اشتركوا في القناة ارحب بضيفي في هذه الحلقة للحديث بالتفصيل عن هذا المنتدى وعن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها ارحب بالمهندس حامد السقاف رئيس قطاع الإنتاج المستقل وطاقة المتجددة في الشركة السعودية للكهرباء اهلا بك معنا مهندس حامد اهلا بك وشكرا لك والقناة الاخبارية على زاحت هذه الفرصة للحديث عن أهم مبادرة في تحقيق رؤية 2030 شكرا لك مهندس حامد ارحب الأستاذ فضل البعينين كاتب اقتصادي اهلا بك معنا اهلا بك حياك الله الله يحييك في البداية مهندس حامد نستهل الحوار معك نتحدث عن هذا المنتدى اليوم المنتدى الأول من نوعه في المملكة والذي يطرح عدد من المبادرات قد تكون من أهمها مبادرة خادم الحرمان الشريفان للطاقة المتجددة حدثنا في البداية عن هذا المنتدى أهمية انعقاده في هذه المرحلة طبعا اخت الكريمة يأتي للمنتدى تزامنا مع طرح اول وثيقة مشروع الطاقة متجددة بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية 300 ميجا وهذه هي الجولة الأولى للمبادرة طبعا كما أوضح معالي الوزير الهدف من هذه المبادرة هو إدخال حوالي 3450 ميجا واط خلال ثلاث سنوات إلى عام 2020 ضمن برنامج التحول الوطني وكذلك إدخال حوالي 9500 ميجا واط من تقنيات مختلفة بحلول عام 2023 لتحقيق الرأي 2030 المنتدى اليوم وأمس كان يتزامن مع طرح وثيقة طلب العروف من المطورين طبعا سبقته عمل دؤو من فريق العمل لتهيل المطورين طبعا كما علمتم في الإعلام تم تأهيل حوالي 51 مطور وهذا يعتبر عدد كبير للمشروعية الطاقة متشفية ممتاز أستاذ فضل أسألك بشكل عام في البداية عن هذا المنتدى والذي يأتي كما أشار مهندس حامد من ضمن مبادرات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن برنامج تحول الوطني 2020 كيف تقرؤون هذا التوجه تزامنا أو الذي وافق رؤية 2030 أبدأ أولا من خطاب معالي وزير الطاقة الذي كان مفصلا فيما يتعلق بمستقبل الطاقة البديلة في المملكة العربية السعودية وهو خطاب شامل أعتقد أنه جزء من نموذج أو ورقة عمل متكاملة لاستراتيجية مستقبلية بالنسبة للطاقة البديلة وأشيد بهذا الخطاب ومما جاء فيه خاصة أن المستثمرين بدأوا يتلمسون أن هناك جدية حقيقية في المملكة العربية السعودية للتوسع في الاستثمار في الطاقة البديلة عندما ننتقل إلى رؤية المملكة 2030 نجد أن من أهم أهداف الرؤية أن يكون هناك تحقيقا إنتاج ما يقرب من 9.5 من 10 جيجا بحلول عام 2030 معاني الوزير أشار أن بحلول عام 2030 سيكون هناك إنتاج ما يقرب من 10% من الطاقة الكلية من خلال الطاقة البديلة وبالرغم من أهمية هذه النسبة لأنني أعتقد أنه ربما تكون هذه النسبة أقل من المطلوب ولكن ربما يكون هناك تحفظ في البداية لأننا لم نبدأ إلا الآن في مشروعات الطاقة وربما يكون المشروعين الثلاثمية والأربعمية الذين طرحها مؤخرا يكون مرحلة أولى مرحلة أولى وبداية الانطلاق السريعة من خلال هذين المشروعين ستكتشف الوزارة قدرتها على تسريع هذه العملية أو الإبطاء فيها ولكنني أعتقد أن مشروعات الطاقة البديلة بمجرد أن تبدأ الحكومة بتنفيذها ستجد أنها قادرة على تنفيذ مشاريع أكبر مما يتوقع مهندس حامد المبادرات التي أعلنت من أهمها مبادرة خادم الحرمين الشريفان للطاقة المتجددة كيف ستكون أليات العمل للوصول إلى أهداف هذه المبادرات التي تم الأعلان عنها؟ طبعا لتحقيق الهدف تم إنشاء مكتب لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة يعمل تحت مضلة وزارة الطاقة وثروة المعدنية هذا المكتب به خبرات كبيرة من أصحاب الخبرة يرأس أو يوجه هذا المكتب لجنة يرأسها معالي الوزير وفي عضويتها الجهاد ذات العلاقة الشركة السعودية للكهرباء مدينة الملكة عبدالله للطاقة المتجددة والنووية شركة أرامبو السعودية وهيئة تظليم الكهرباء وبالتالي هذا المكتب يقوم بإعداد وثائق التأهيل والطرح نعم أستاذ فضل أهم المبادرات التي تم الأعلان عنها وأين تكمن أهمية هذه المبادرات دعيني أعود إلى السؤال الأول وإشارة جميلة أشار لها أخي فيما يتعلق بوجود المكتب في وزارة الطاقة وفي فترة سابقة لم يكن لدينا المظلة التي تعنى بقطاع الطاقة بشكل شمولي وعندما نتحدث عن استثمار في الطاقة البديلة نجد أن هذه الاستثمارات أو المشروعات الموزعة بين جهات مختلفة لا يربطها رابط فيما بينها اليوم لدينا وزارة الطاقة أصبحت هي المظلة الكبرى لقطاع الطاقة ومن ثم نجد أن هناك أيضا تركيزا أكبر في جميع هذه القطاعات الموزعة في جهات مختلفة تحت مظلة الوزارة وفي مكتب يرأسه الوزير شخصيا وبالتالي تكون عملية التنسيق بين هذه الجهات أكثر دينامايكية وبالتالي تسريع لعملية الإنتاج من جانب آخر المستثمر عندما يأتي إلى السوق السعودية ولا يجد هذا التنظيم ربما يتأخر أو يشعر بأن هناك مخاطر أكبر في السوق السعودية ويتوجه إلى الأسواق الأخرى اليوم أنا أعتقد أن وفق التنظيمات الأخيرة التي جرت في وزارة الطاقة أننا ردمنا هذه الهوة التشريعية والتنظيمية وبالتالي هذا سيكون داعم بشكل أكبر للمستثمرين لاستثمار في قطاع الطاقة أعود من جديد مرة أخرى إلى ما تحدثت عنه من المبادرات أنا أعتقد جميع المبادرات كانت جميلة الأول ما يتعلق بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة وهو التزام حقيقي من قبل المملكة أن تسهم في أن يكون لديها مزيج من إنتاج الطاقة بما يساعد على رفع نسبة الإنتاج من خلال الطاقة البديلة التي تساعد على خفض الانبعاثات وغيرها أيضا وهذا يساعدنا في المملكة العربية السعودية على تحفيق أمن الطاقة أيضا وبالتالي يمكن أن نشعر بأمان في هذا الجانب كل ما توسعنا في الطاقة البديلة الشمسية والرياح أيضا هناك توطين صناعة الطاقة المتجددة وهذه أشار لها معالي الوزير في خطابة وكان متحمسا لها وأنا أعتقد أن هذا القطاع يمكن أن يكون الأكثر خلقا للوظائف مستقبلا وأعتقد أن بعض المتحدثين تحدثوا عن أن قطاع الطاقة البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكثر خلقا للوظائف اليوم وعندما نربط هذا الموضوع بالمملكة العربية السعودية نجد أن قطاعا جديدا سيولد عنه توطين للصناعة سيخلق مزيدا من الوظائف سيخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظيفية أيضا وإذا ركزنا على أن المملكة شبقارة فبالتالي بعض هذه المشروعات ستتوزع بين مناطق المملكة وبالتالي سيكون هناك تنمية حقيقية في القطاع الصناعي خاصة في قطاع توطين الصناعة أختم فقط بأن المملكة لديها المدخلات الأساسية لإنتاج الألواح الشمسية الطاقة الشمسية وغيرها لديها مخزون كبير من السلكة وبالتالي يمكن أن تكون المملكة منتجة في هذا الجانب وتساعد على تصدير هذا وليس تلبية الطلب المحلي ويساعدها أيضا على تصدير الطاقة مستقبلا بإذن الله من خلال الطاقة البلدة مهندس حامد فيما يخص توطين صناعة الطاقة المتجددة وهو ربما يشكل هذا الأمر أو تواجه مسألة التوطين عدد من التحديات ما هي التحديات التي ستعمل وزارة الطاقة على تذليلها بهدف توطين صناعة الطاقة المتجددة؟ طبعا كما ذكر أخفاض التوطين الصناعة هو كان هدف ضمن الرؤية نعم والطاقة المتجددة كما تعلمين أحد عناصره هو توطين الطاقة المتجددة نعم طلب طرح العروض كان فيه ارتزام للمطورة الفائز أن يدخل ما لا يقل عن 25% من المحتوى المحلي نعم هذا يشمل عدة أشياء نعم يشمل التوظيف ويشمل توطين الصناعة نعم حتى من أهدافنا في المبادرة أن يتم توطين صناعة الطاقة الشمسية الكهربائية وطاقة الرياح نعم وبالتالي ستعمل الوزارة مع الفريق على أساس تسهيل رفع المستوى المحلي نعم لمشاريع الطاقة المتجددة نعم طبعا القطاعات التي نهدف إلى توطينه هو قطاع الأبحاث نعم وقطاع التشغيل والصيانة نعم وقطاع الصناعة هذه الثلاثة قطاعات أعتقد الجولة الأولى كانت تهدف إلى 25% من رفع المحتوى المحلي نعم حيزداد هذا الارتزام من جولة إلى جولة أخرى وبالتالي نحن نتوقع أنه يتم بناء بعض المصانع لمكونات الطاقة الشمسية نعم أستاذ فضل فيما يخص خلق الفرص الوظيفية التي تعنى بقطاع الطاقة المتجددة كما أشار مهندس حامد قطاع الأبحاث تشغيل الصيانة والصناعة هذا الأمر يحتاج إلى تأهيل الكوادر البشرية قبل التأهيل ربما إلى توجيههم إلى الاختصاصات الجامعية ويكونوا جاهزين من ناحية الأكاديمية ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم كيف يمكن أيضا توجيه الشباب إلى هذا القطاع وهل هناك بالفعل تخصصات جامعية تتواكب مع هذا التطور في مجال الطاقة المتجددة هذا جميل حقيقة خاصة ما يتعلق بتوجيه التعليم وبالتالي عندما نأتي إلى المبادرات لا يمكن أن تنطلق المبادرات من وزارة ما دون أن تكون لها ارتباطات بوزارات أخرى وبالتالي عندما يكون لدينا أهداف مستقبلية فيما يتعلق بالطاقة البديلة فيجب أن يكون لدينا تخصصات تخرج لنا الطلاب الذين يستطيعون العمل في مثل هذه القطاعات اليوم لدينا بعض التخصصات الهندسية التي تساعد في تخريج بعض الطلاب ولكن إذا كنا نتحدث عن توفير 10% من إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة البديلة فذلك يعني أننا في أمس الحاجة إلى كوادر وطنية قادرة على أن تكون أولا قادرة على التشغيل ثانيا أن تكون أيضا أن يكون حجمها متوافق مع الطلب الحقيقي في هذه المشروعات المستقبلية هل لدينا مثل هذه الأمور؟ أنا أعتقد مبدئيا ربما يكون هناك بعض التخصصات الجيدة الداعمة ولكن نحتاج إلى شيء أكبر من ذلك لكن دعيني أتحدث عن تجربة شهدتها حقيقة في مشروع أكوا باور في المغرب على سبيل المثال عندما دخلت هذا المشروع وجدت أن هناك مجموعة من السعوديين المهندسين الذين يعملون على المشروع بشكل متكامل وأعني بشكل متكامل من جاية طرح هذا المشروع ومن ثم إنشاء المشروع وأخيرا في المرحلة الأخيرة تشغيل هذا المشروع هؤلاء الكوادر السعوديون أما يكون في المغرب أو جنوب أفريقيا أو في دبي أو في الأردن ربما يكونون النواء الحقيقية التي يمكن أن تساعد في تشغيل مثل هذه المحطات مستقبلا وإنشائها وإن كنت أقول أننا في أمس الحاجة إلى أن تتضافر الجهود بين وزارة الطاقة وبين وزارة التعليم بما يساعد على التوجيه الأمثل لتخصصات تساعد على توفير متطلبات حاجات سوق العمل خاصة في مجال الطاقة مهندس حامد ما هي وجهة نظرك بهذا الشأن خاصة أن الكوادر المؤهلة بحاجة إلى تدريب وإلى تأهيل بشكل أكبر خاصة أن هذا القطاع الطاقة المتجددة يحمل أو هو قطاع واعد جدا للمستقبل كيف يمكن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية؟ طبعا الشركة السعودية للكهرباء رائدة في هذا المجال نحن بدأنا في مبادرات الطاقة المتجددة أذكر من عام 2011 كان الغرض هو تدريب الموظفين السعوديين بدأنا في مشروعنا الأول في جزيرة فرسان هذا المشروع كان طاقة كهروضوئية وبالتالي جميع الموظفين الآن اللي يقومون بتشغيل وسيانة هذا المحطة من السعوديين الآن في مشروعين آخرين وعد الشمال وضبة بقدرة إجمالية 100 ميجاوار تم إرسال مجموعة من السعوديين إلى الخارج بتقنية أخرى مختلفة عن المشروع الأول وبالتالي حرصت الشركة على إدخال عدة تقنيات بشكل مقاسات منخفضة الغرض منها تجربة هذه التقنية وتأهيل الموظفين لصعوباتها الشركة السعودية للكهرباء تدير وتشغل حوالي 60 جيجا واط من الطاقة التقليدية من التوليد وبالتالي عندها خبرة كبيرة في هذا المجال أستاذ فضل إن انتقلنا إلى محور آخر ومرتبط بمسألة قطاع الطاقة المتجددة ودعم هذا القطاع بشكل كبير أيضا تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص ما الذي نحتاجه لتهيئة قطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الجديد من نوعي في المملكة؟ أنا أعتقد أن القطاع الخاص متقدم على القطاع الحكومي في مجال الطاقة البديلة وأكبر مثال على ذلك أن لدينا أحد الشركات الكبرى اليوم التي تستثمر في جنوب أفريقيا في دبي أيضا في الأردن في تركيا وهي شرط لها أكوا باور هذه الشركة السعودية تمتلك صندوق الاستثمارات العامة يمتلك جزء من أسهم هذه الشركة وبالتالي أنا أعتقد لا تحتاج مثل هذه الشركات إلا إلى الفرصة الحقيقية في السوق السعودية للبدء في مشروعاتها وأعتقد أن معالي الوزير أطلق هذه الفرص الاستثمارية الملتقى الذي حدث خلال اليومين الماضيين كان واضحا أنه متوافق مع طرح فرص استثمارية من الدرجة الأولى وبالتالي أعتقد أن الفرص متاحة القطاع الخاص جاهز إضافة إلى نقطة مهمة يجب أن أشير إليها أن الشراكة بين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والدول المتقدمة في مجال الطاقة البديلة سيساعد كثيرا على تسريع عملية الاستثمار في هذا المجال ولكن هل هذه الشركات كافية؟ أنا أعتقد وفق الأهداف المرسومة في 2030 نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من شركات القطاع الخاصة المتخصصة في هذا القطاع نقطة أخيرة أختم بها وهي أن من حسن الطالع أن هذه الشركات السعودية عندما عملت خارج المملكة استطاعت أن تكتسب تجارب وخبرات لم يكن متاحا لها في الداخل هذا من جانب آخر تقنية الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتغير بشكل كبير وبالتالي هي الآن امتلكت خبرة واسعة في خفض التكاليف ورفع معدلات كفاءة الإنتاج وهذا سيساعد كثيرا في دخولها السوق السعودية وأعتقد أنها أصبحت منافسة في تقديم أسعار حتى ربما تكون منافسة لمحطات التقليدية التي تقدم الكهرباء اليوم بأسعار متقاربة مع أسعار محطات الطاقة البديلة مهندس حامد فيما يخص أشار الأستاذ فضل إلى شركات عملاقة في مجال الطاقة المتجددة ماذا عن الشركات الأصغر التي يمكن أن يكون لديها أيضا أفكار جديدة تتماشى مع التقنيات في مجال الطاقة المتجددة والتي قد تكون مسألة التمويل عائق أمامها ماذا عن تمويل هذه المشاريع؟ طبعا أخوي فضل أشار إلى شركة عملاقة صحيح النموذج التجاري الذي سيتم التبنيه في طرح مشاريع الطاقة المتجددة هو نموذج جذاب للاستثمار للقطاع الخاص هو قائم على الإنتاج المستقل المطور يقوم بقيام شركة مشروع ويتولى إنتاج الطاقة وبيعها إلى مشتري رئيس وأهم من ذلك كله هو توقيع عقد طويل الأمد لمدة 25 سنة وبالتالي ضمان عوائد مجزية للمشروع فهذه بحد ذاتها جذابة لجميع المستثمارين طبعا في عمالقة عندنا في المملكة العربية السعودية مثل أكوا باور عبداللطيف جميل عبداللطيف جميل أحد المطورين الأساسيين في البلد فاز بعقد في الأمارات كانت التنافس على حد كبير طبعا هذا لا يمنع من صغار المستثمرين بالدخول يعني هذول العمالقة بدأوا كصغار مستثمرين وبالتالي مع الخبرة تامة في طرحنا للمشروع الأول نحن وضعنا إداري هو المطور الرئيسي والإضافة إلى المطور الفني وبالتالي يشكل تحالف هذا التحالف ينشأ من المطور الأساسي ويضيف له بعض الشركات المحلية حتى يلبي الارتزام بالـ 25 من المحتوى المحلي نحن لم نكفل هذا الموضوع وبالتالي صغار المستثمرين يقدر يدخلوا سواء في شركة التشغيل والصيانة تقوم بصيانة هذه المعدات لهم 25 سنة أو عن طريق تزويد القطع الغيارة أو العمالة المشروعة أستاذ فضل قد تكون من أبرز التحديات التي نواجهها في المملكة ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة من الطاقة التقليدية مع هذه المشاريع الطاقة المتجددة كيف يمكن تخفيض استهلاك الطاقة المحلي وهل أيضا يشارك المواطن في هذا المجال؟ نقطة إذا سمحتي لي فقط للتعقيب عليها ما يتعلق أيضا بصغار المستثمرين وهذا أمر غاية في الأهمية لأننا لا نستطيع أن نعتمد بشكل كبير على الشركات الكبرى دون أن ننمي أيضا قطاعات أخرى تساعد مستقبلا على النمو وتوفير الطاقة البديلة معالي الوزير أيضا المهندس خالد الفالح أشار بوضوح إلى أن هناك بعض المشروعات المرتبطة بصغار المستثمرين بما يساعد على أن يكون لدينا منظومة متكاملة لتوليد الطاقة البديلة فيما يتعلق بالتحديات زيادة الاستهلاك المحل للطاقة وهو تحدي كبير في المملكة العربية السعودية نسبة النمو مرتفعة في المملكة وهناك أيضا مشكلة أخرى أن غالبية الاستهلاك يكون في الصيف ولكن في الشتاء يكون هناك إنتاج كبير من الطاقة المفقودة التي لا تدر أموالا على المستثمرين نعتقد أن الطاقة الشمسية ربما يكون لها دور كبير في تحقيق التوازن بين الطلب والإنتاج وبالتالي يكون هناك توزيع لهذه الأحمال هذا من جانب من جانب آخر يمكن أيضا متى ما استطعنا أن ننتج مزيد من الطاقة البديلة من خلال طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية على سبيل المثال للحصر أن نخفض الضغط على الشبكة الأساسية وعلى المحطات الموجودة اليوم هناك أيضا محور مهم فيما يتعلق بالطلب المتنامي على الكهرباء خاصة ما يتعلق بالمدن الطرفية البعيدة أو القرى وهذه تضع على المستثمرين كشركة الكهرباء على سبيل المثال عبءا ماليا كبيرا لإيصال الكهرباء إلى هذه المدن اليوم من خلال تجمعات الطاقة الشمسية يمكن أن تكون لدينا وحدات إنتاج هذه الطاقة بشكل متوافق مع حجم الطلب المتاح في مثل هذه القرى أو هذه المدن ولكن أتفق معك أن هناك تحدي فيما يتعلق بحجم نمو الطلب على الكهرباء خاصة في القطاع السكني وهذا عكس دول العالم الذي في الغالب يكون النمو الأكبر في القطاع الصناعي ونحن تمنى أن يكون هذا النمو في القطاع الصناعي بما يعكس قوة الاقتصاد والتوسع في قطاعات الاقتصاد بشكلنا نعم أستاذ مهندس حامل أسألك عن أيضا من ما تم الإعلان عنه بالأمس توجه لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء لماذا؟ الشركة السعودية ضمن البرنامج هو إعادة هيكلة الشركة السعودية لخلق التنافس في شركات التوليد كما تعلمين أختي الكريمة أن الشركة تمتلك معظم التوليد وحتى يتم تحقيق المنافسة والشفافية فسيتم إعادة هيكلة قطاع الانتاج بالشركة نعم وكما أعلن البارحة سيتم إنشاء أربع شركات تملكها شركة السعودية كهرباء يتم توزيع الأصول التوليد عليها بشكل متكافئ نوع من خسخصة للشركة هذا جزء إلى خسخصتها طبعا نحن نهيئ للخسخصة حتى يتم دخول المستثمرين القطاع الخاص للشراء الوصول نعم أستفضل عندما أسمحتي نظيف طبعا كما أعلن بالأمس سيتم إنشاء شركة أخرى لشراء الطاقة شركة المشتري الرئيس هي الشركة السعودية لشراء الطاقة هذه تتولى شراء الطاقة من جميع الانتاج سواء للطاقة المتجددة أو طاقة التقليدية بعقود طويلة العمل هذا مهم جدا لضمان عوائد المستثمرين شركات إذن تمتلكها الشركة السعودية الكهربائية تم إنشاؤها شركات خاصة طبعا المتاليابلتي ذات تمسولية محدودة وبالتالي يتم تنتج الطاقة المتجددة وتنشأ شركة لشراء الطاقة ممتاز أستفضل عندما يكون هناك توجه لخصخصة قطاع كقطاع الكهرباء ما هي الأهداف الاقتصادية البعيدة للأمد من الخصخصة هنا أهداف كثيرة لكن دعيني أقول عن إعادة هيكلة شركة الكهرباء جزء من أهداف إعادة الهيكلة هو تحقيق التنافسية أعلى معدلات التنافسية في السوق فلا يمكن أن يكون هناك جهة محتكرة للإنتاج والنقل والتوزيع ثم تتنافس مع جهة أخرى فقط منتجة للكهرباء وبالتالي سيكون هناك ربما يكون هناك ضعف التنافسية في السوق وبالتالي عندما تقسم شركة الكهرباء أو تجزع إلى شركات إنتاج ونقل وتوزيع ويكون هناك مصدر واحد لشراء الطاقة الكهربائية سيكون هناك عدالة حقيقية في التسعير عدالة حقيقية في التنافسية في السوق فالمنتج في شركة الكهرباء سيبيع على هذا المركز والمنتج في الطاقة الشمسية أيضا سيبيع على هذا المركز سيكون هناك عدالة في تحديد الأسعار هذا بشكل خاص نأتي إلى سؤال الخسخصة من أهم أهداف الخسخصة أن الحكومة تزيل عن كاهلها أعباء مالية لا تستطيع الوفاء بها وبالتالي يكون المستثمرون هم الذين ينتجون الطاقة الكهربائية ويعيدون بيعها إلى المستهلك النهائي دون تدخل من قبل الحكومة النماذج العامة في جميع دول العالم هي نموذج القطاع الخاص الذي يستطيع أن ينمي الاقتصاد ويوفر الخدمة الجيدة إضافة إلى رفع كفاعتها وخفض أسعارها وإذا أردت أضرب مثال في قطاع الاتصالات على سبيل المثال عندما كان لدينا الهاتف السعودي كانت الخدمة متدنية وغير متوفرة والتكلفة مرتفعة ثم بعد ذلك عندما دخلت شركات أخرى للسوق وجدنا أن هناك تنوعا في تقديم الخدمة ارتفاع في جودتها انخفاض في تكلفتها إضافة إلى أن الحكومة أصبحت تحصل على إرادات سنوية من هذا القطاع بدلا من أن تضخ أموال إلى هذا القطاع النقطة الأخيرة أن الحكومة لا تستطيع بقدراتها المالية الحالية التوسع بشكل أكبر بإدارة قطاع الكهرباء ومن المصلحة أن يكون هذا القطاع مدارم من قبل القطاع الخاص بما يساعد على تحقيق التنمية فقط أختم بنقطة مهمة وهي أن القطاع الخاص دائما يركز على الربحية الحكومة تركز على التنمية وبالتالي يجب أن نوازن بين التنمية والتوسع في الربحية بما يساعد على عدم إثقال كاهل المواطن فيما يتعلق بالتسعير دهمنا الوقت بصرعة مهندس حامد هل من كلمة أخيرة تود أن تذكرها قبل أن نختم شكرا طبعا زي ما ذكر بالبارحة هذا يوم تاريخي الحقيقي في إعلان المبادرة الطاقة متجددة وكما ذكر محالي محافظ هي تنظيم الكهرباء سيتم فتح المجال لإدخال على أسطح المنازل يعني البرنامج نحن نعمل مع الهيئة في هذا الخصوص وسيتاح للعموم المشتركين بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل وبالتالي يستطيع البيع لشركة الكهرباء فيصير الإنتاج للاستهلاك وما زاد عن الاستهلاك ويمكن بيعه للشركة شكرا جزيلا لك مهندس حامد سقاف رئيس قطاع الإنتاج المستقل وطاقة المتجددة في شركة السعودية الكهرباء شكرا جزيلا لك الأستاذ فضل باينين الكاتب الاقتصادي وأيضا أشكر مشاركتك في حلقتنا اليوم مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من المنتدى السعودي للاستثمار في طاقة المتجددة تحدثنا بالتفصيل عن المبادرات التي تم الإعلان عنها في هذا المنتدى مع ضيفينا في حلقت اليوم ختاما أشكر ومتابعتكم وللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا